مسائل خير جميعاً وسعد النهاردة بهذا اللقاء بكل الحضور الكريمة الموجودة النهاردة الحضور من جانب وزارة التربية والتعليم في الدكتور الاحجازي نائب سيادة الوزير لشؤون المعلمين والدكتور محمد صلاح مدير التعليم الخاص في المدرية والدكتور محمود حجاج مدير التدريب في مدرية القاهرة أهلاً وسهلاً بالحضور الكريم والحضور الكنيسة في نيافة الأنبى بخوم النائب البطرياركي وصاحب السيادة المطران شيحان المطران الكنيسة المارونية والحضور من السادة مدرين ومديرات المدارس في القاهرة وأبنائنا الطلبة النهاردة بنحتفل بيهم وبنكرمهم في هذا اليوم أولاً بقدم كل الشكر للجنة الأنشطة في أمانة القاهرة على تنظيم هذا الاحتفال الرائع في مدة بسيطة ودواجيزة لكن فعلاً مجهود كبير من اللجنة ومن المدارس المشاركة أنا حابب النهاردة أنه في حضورنا في الأمانة الفرعية للمدارس الكاثوليكية في القاهرة أن نوضح إيه هو دور الكنيسة في التعليم أن حضور الكنيسة في مدمار التعليم يظهر بشكل خاص في المدرسة الكاثوليكية فهذه المدرسة كسائر المدارس الأخرى تسعى إلى الأهداف الثقافية نفسها وإلى تنشئة الأحداث الإنسانية وأما ما هو خاص بها فهو أن تخلق في الأسرة المدرسية جواً مشبعاً بروح الحرية والمحبة وتساعد أبنائها على إنماء شخصيتهم في الوقت نفسه الثقافة البشرية في اتجاه الحق والخير والجمال ومعرفة الطلاب المتدرجة للعلم والحياة والإنسان ومن ثم فالمدرسة الكاثوليكية بانفتاحها على تطور الأزمنة تنشئ طلابها على العمل الفعال من أجل خير الجماعة الإنسانية ومن هذا المنطلق فإن رؤية الأمانة العامة للعمل التربوي هي مدرسة تخضع للمقييس التعليمية والتربوية والثقافية شأنها شأن المدارس الأخرى في مجتمع دائم التطور مدرسة مسيحية أي أنها تضع الإيمان بالله الواحد والقيم الإنسانية في صلب حياتها وأهدفها بحيث ينشأ المتعلم فيها على العمل الفعال من أجل الخير العام في مجتدع متعدد الثقافات والاتجاهات الدينية وأنها مدرسة مفتوحة للجميع كل أطياف المجتمع كل الثقافات المختلفة وكل الاتجاهات الدينية المختلفة رسالتنا أن رسالة الأمانة العامة ومدارسها يمكن تلخيصها في النقاط الآتية التعليم تهدف المدرسة إلى تجهيز طلابها بالعلوم اللازمة التي تنمي قدراتهم العقلية وتعدهم لمزاولة دورهم في المجتمع وتقدمه التربية لا يفصل التعليم التعلم عن التربية التي تعمل على تنمية شخصية الطالب الطلاب بحيث يكونوا أصحاب تحليل وفهم وتقويم ونقد وخيار وقرار وعمل وتقع التربية الدينية ضمن هذا الهدف التربوي على أساس أنها إحدى المقاومات الأساسية في حياة الإنسان الثقافة في المدرسة ما كان ثقافي بمختلف معاني الثقافة فهي تضع طلابها على صلة بالموروص الثقافي للإنسانية وللمجتمع الذي تعيش فيه وتطور رؤية للعلاقة بين الإيمان والثقافة وتعمل على اكتشاف مواهب الطلاب الثقافية كما تعمل على تطوير أنماط السلوك وتفكير تساعد الإنسان على برورد ثقافة إنسانية رفيعة في المجتمع المحلي في شتى مجالات الحياة التنشئة الشاملة فتسعى المدرسة إلى تنمية جميع نواحي الحياة الإنسانية الزهنية والعاطفية والنفسية والجسدية والإبداعية والأخلاقية والروحية والدينية إن رؤية التربية والتعليم في مدرسنا تنظر الكنيسة إلى الإنسان كما ينظر إليه خالقه فهو كائن مادي ونفسي وروحي والمستوى الأسمى فيه هو الروح إنه مشروع إلهي لذلك تقتضي تنشئة كاملة للشخص البشري وأن تنمي في الأشخاص الطوق المتأصل فيهم إلى الله فالمعرفة دربنا إلى الله لأن الخليقة بأسرها وتطوراتها والتقدم العلمي المستمر والاكتشافات الحديثة المزهلة وسائر مستجدات التاريخ تشكل كلها جزءا لا يتجزد من التدبير الإلهي الرامي إلى إعطائنا الحياة الأبدية وهي أن نعرف الله لقد جاء هذا النص تجاوبا مع ما يدعو إليه دوما مجلس البطارقة والأساقف الكاثوليك في مصر من هنا يبين أن الهم التربوي هو أساس لعمل الكنيسة في خدمة الإنسان وتطلعاته لتحريره من كل العبوديات ولكي تبقى قرمته كائنا من كان محترمة ومصانة ومدارسنا الكاثوليكية ملتزمة هذا التوجه وساعية لتحقيقه بالرغم من كل التحديات ومن كل المخاوف وعولمة العنف وثقافة الإرهاب والانقصامات بين الجماعات ولنا من نص المجمع الفاتيكاني الثاني بيان في التربية المسيحية شهادة على اهتمام الكنيسة بحياة الإنسان بأكملها حتى حياته الدنيوية على قدر ما هي مرتبطة بديمومته الفائق الطبيعية إن أساس رسالتنا التربوية أن نكون إلى جانب كل إنسان وبخاصة الشبيبة فرسالة المدرسة الكاثوليكية هي رسالة سابتة على خط مستقيم وكل انحراف عن هذا الخط هو انحراف عن المهمة النبيلة التي تسلمناها أمانة من الكنيسة والناس وإن كنا نقف اليوم في هذا الحفل ففي كل مدرسنا نصلي معاً تمجيداً لله والتزاماً بخدمة كل إنسان نسعى لتكون لنا مبادرات جديدة لنقدم أوسع وأعمق ما يمكن من معرفة وتربية متطلبة ومتطلبة مصابرة على الحرية الإنسانية الحقة كما يقول قداسة البابا يحنى بولوس الثاني في رجاء جديد للعالم وشكراً لكم